وصلت وزارة الداخلية حملتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتبكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 99 قضية مونية بمضبطات قرابة 55 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط قرابة 22 طن سلع مختلفة وفي مجال البيع بأسعار السلع الرسمي تم ضبط أكثر من 21 طن وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 5 أطنان من السلع المختلفة